أعتقد بأن الجزائر محظوظة بتبني دبلوماسية عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول لكن التحولات كتاب النظام العالمي ليونري كيسنجر تحدث عن روسيا تحدث عن الصين كثيرا تحدث عن إيران لأن يقول هذه الدول لديها أطمع توسعية سواء في الجانب التقافي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي الاستراتيجي من خلال تصدير إيديولوجيتها لمختلف دول العالم وهذا ما يقلق الغرب لولايات المتحدة الأمريكية التي تريد هي التي أن تبقى مهيمة بايدن كان صارحا اليوم في القدس المحتلة وقال بأنني عدت من خلال هذه الزيارة حتى أؤكد للصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لكل مناطق نفوذها التقليدية وقال بأن غيابنا الجزئي عن هذه المناطق سمح للصين بالتوغل والتأثير على الكثير من التوجهات وبتالي فالجزائر هي لديها سياسة نوعا ما متوازنة توجاه مختلف دول العالم حتى أن الرئيس قال بأننا نحن دولة حليفة لروسيا ونحن أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة